تعالوا شو بقى دلوقتي صحف العالم بشكل عام يعني قالت ايه عن خروج منتخب مصر من هدي البطولة بداية نهاية الإزاعة بريطانية البي بي سي كتبت وقالت الكونجو الديمقراطية تحقق مفاجأة في كأس الأمم الإفريقية بالإطاحة بمنتخب مصر البطل لسبع مرات وقالت كمان تسديد حارس منتخب مصر جاباسكي تصطدم بالعارضة وفي غياب القائد المصاب محمد صراح ينهي فريق روي بيتوريا هدي البطولة دون فوز وجاء عنوان ايضا صحيفة الجارديون البريطانية الكونجو الديمقراطية تفوز على منتخب مصر بركالات الترجيح لتتأهل الى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية كمان جريدة او صحيفة فرانس 24 كتبت وقالت مصر تودع كأس الأمم الإفريقية اثر خسارتها بركالات الترجيح 8-7 امام الكونجو الديمقراطية لم تتمكن مصر من تخطي الكونجو الديمقراطية في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية وده جزء من الكتب في الصح هو بصراحة رقلات الترجيح الله العظيم هو فيه ايه يعني بجد خليها نتكلم يعني باللسان احنا برضو جماهير في الاول سيبك من احنا اعلاميين احنا جماهير احنا كنا بنتفرج على رقلات الترجيح فيه ايه طب واحدة بس تتصد صدلي واحدة يعني شيء صعب لا شيء صعب طبعا وده ويرت ان هو يحصل وكل حاجة بس احنا مش واخدين على كده برضو يا كريم انت عندك حراس مرمى المنتخب برضو على مدار التاريخ اسماء كبيرة وابو جبل على فكرة كان مقدم برضو الموسم والنسخة اللي فاتت كان مقدم يعني اداء كويس انجتي للحق تعالي تعالي بانقول كلمة حق الوجه الله بيني وبينك خروج مستحق ومتوقع ومنطقي وعادل ويا تماشى تنامى مع جديد للأسف انك تقول خروج مستحق دي حاجة تحزن يعني حاجة توجعك انك تقول على المنتخب بتاعك خروج مستحق ما علينا يعني والله في كلام كتير جدا بس انا حوفره للفقرة الحوارية علشان لازم هنتكلم مش هنتقد على فكرة يا جماعة ما احنا كلنا في نفس الدائرة يعني قصة كلها ان انت طالع احنا مش هنتلع نيجلد علشان نقول واو الناس دي بقى ايه بتجيب حق الجماهير المصرية من المنتخب الكلام ده احنا مش عايزينه ولا مندور عليه ولا فارق معانا انما احنا هنتكلم بلسان المنطق اللي قد اداء جيد من اللعيبة هنتكلم وحنديه الكرادت بتاعه واللي تخازل هنتكلم وحنحاول نفهم المشكلة فين وحرجع اقول تاني عشان برضو الكلام اللي تقال اتحاد الكورة لا معلش اتحاد الكورة مش هو السبب على مدار استنوات وليس دفاعا فيه ازمة فيه اتحاد الكورة فيه مشاكل فيه حاجة مش مظبوطة فيه حاجة مش مفهومة لكن مش هو ما السبب الاساسي ما تعلقش شماعة الفشل على جهة معينة المنظومة كلها فيها ازمات الكل متهم انجتي للحق الكل متهم بالتأثير والغاية امت عارف يا كريم لما يبقى عندك مشكلة خلاص انا قابل عيبي يعني انا قابل عيبي بس قولي الغاية امت المشكلة دي والعيب ده هيستمر معايا طميني يعني قولي انا هوند الغاية كذا الغاية السنة كذا وبعدين الامور هتتحل اعتقد الجماهير المصرية ممكن تصبر لكن الشكل اللي احنا فيه ده صعب جدا وبطولة ورابطولة ورابطولة وفضلنا بهذا الشكل صدقوني مش حيبقى فيه حاجة اسمها منتخب مصر اصلا يهم الناس ما خلاص اللي بيفرحني الاندية بتاعتي خلاص القرى المصرية يعني اندية انا مش عايزة تابع منتخب انا ما عنديش منتخب اصلا مش عايزين نوصل المرحلة دي والله العظيم ما عايزين خين كم المحاضراتكم نستعرض برضو الصحف العالمية قالت ايه عندك صحيفة الديلي ميل البريطانية وصحيفة كبرى قالك انتهت احلام محمد صلاح في كاس الامم الافريقية بخسارة مصر امام الكنغو الديمقراطية برقلات الترجيح وحط خط بقى اللخطوط تحتها اضافت كمان كلمة عن محمد صلاح قالت لك نجم ليفر بول كان يتابع المباراة من المنزل اثناء خضوعه لجلسة التأهيل حيث كان بيخطط للعودة الى انهائي كاس الامم الافريقية ما تتعبش نفسك بقى خلاص على وضعك اه بزد كان امله في تحقيق المجد على نفس النهج يعني برضو قالي اقول لحضراتكم تريبا كل الصحف اتكلمت يعني برضو عندك دمارر البريطانية قالت لك امال محمد صلاح في كاس الامم الافريقية بتنتهي بخروج مصر هي مش امال محمد صلاح الحقيقة هي امالنا كلنا يعني مش امال محمد صلاح كلنا امال المصريين يعني وغير وغيره من الصحف انا مش عايز اقول لحضراتكم موقع يورو سبورت الفرنسي برضو الكنغو الديمقراطية تتأهل على حساب مصر والأي سي بي ان برضو العالمية الكنغو الديمقراطية تفوز على مستبراكريات الترجيح واتخرجها يعني او مصر بتخرج من دور الستاشر الجملة دي نفسها معيبة والله العظيم انت بتخرج من دور الستاشر يعني بترحل من دور الستاشر صعبة جدا يا احنا ما كانش عاجبنا الموسم اللي فات وانت كنت بتنافس على النهائي دلوقتي انت بتخرج من دور الستاشر ما شاء الله الموضوع بيبقى اسوأ يعني مش مثلا بيبقى افضل مثلا كنت انا تدور الستاشر بعدين بقيت في النهائي مثلا لا لا عكس ودي البطولة اللي كان المفروض المنطق يقول ان احنا خدها بقى يعني مملهاش حل تاني دي بتاعتك بقى لمليون سبب يا نهوان دي والمليون اعتبار البطولة دي كان لازم اضعف الإيمان يوم ما ما نحققش فيه حاجة نوصل للنهائي لمليون سبب والمليون اعتبار واخدم في الاعتبار طبيعة وكوالتي اللعيبة اللي موجودة عندنا في السكوالد الحالي بغض النظر عن التشكيل اللي معظم الناس كان عندها تحفظات كتير عليه فيما يتعلق بالاسماء اللي كانت المفروض تكون موجودة وما كانتش موجودة محدش فاهم ليه والاسماء اللي ما كانتش المفروض تكون موجودة واتفاجئنا ان هي موجودة وسبتة معانا محدش برضو فاهم ليه الى اخره لكن في النهاية نرجع والقول هو خروج منطقي جدا ومستحق اشتركوا في القناة